من حوالي عشر تيام قلت لحضراتكم انه الارض المقام عليها يسد النهضة في منطقة او اقليم بني شانقول ارض تاريخيا تاريخيا في اعماق التاريخ القبائل اللي سكنين فيها والنازل اللي سكنين فيها عرب معظمهم مسلمين نطخين بالعربية جاي منين قبائل سودانية الارض دي كانت ارض مصرية في عهد الخديوي ثم سودانية في عادة الاحتلال البريطاني ثم تم اتفاق بين بريطانيا واثيوبيا ميلنك اللي هو الامراطول الاثيوبي تم الاتفاق على انه يتم التنازل لاثيوبيا على منطقة بني شانقول في مقابل عدم اقامة اثيوبيا اي منشآت على نيل ازرق ده كان الاتفاق اثيوبيا طبعا تنظر تقولك دي اتفاقات استعمارية فربت مريم الصادق المهدي وزيدة خارجية سودان قد تقول والله لو انت عايزين تلغوا الاتفاقات بحجة انها استعمارية ما تنقيش نلغاها كلها وديلي باني شانقول باني شانقول كات سودانية رجعها لي يا حبيبي بالسد اللي عليها وانت خلاص روح من اللي انت عايزه الغي ده الكلام اللي اتقال خلال الايام القليلة الماضية الحقيقة انا اعتز بما قالته مريم المهدي في توقيت يعتبر اخطر تصريح من الخارجية السودانية في ازمة سد النهضة اخطر تصريح في تاريخ العلاقات الاتيوبية السودانية هو تصريح مرة من المهدي التي هددت الاتيوبيين في حالة رغبتكم في الغاء الاتفاقات القديمة 1902 و1929 اهلا وسهلا الغوها بس الدونة باني شانقول لاني باني شانقول كانت جزء من الاتفاق ياخدو الاتيوبيين في مقابل عدم اقامة اي منشآت على النيل الازرق في منطقة فزوروا الى اخره فزور لي بسرعة هذا التصريح السوداني الذي كان بمثابة صدمة قصية الاتيوبيين ترجمة نانسي قنقر